تفاصيل أكثر عن علي كاركي وأنا أريد أن أسألك أيضا عنه لأنه ترتيبه الهيكلي في هيكلية بنيوية قيادة الحزب نفسه ترتيب ملفت شوية يعني إن قلنا أنه الترتيب يبدأ من اليمين ستجد أنه رقم 2 بعد حسن الصلة رقم 1 وإن قلنا أن الترتيب يبدأ من الشمال ستجد رقم 3 بعد إبراهيم عقيل وفؤاد شكر في كل الأحوال هو واحد من الثلاثة الكبار بعد حسن الصلة يعني يعد كاركي أرفع قائد عسكري في حزب الله رقم 1 يعني كما أنه عضو ما يعرف باسم المجلس الجهادي وهو الجناح العسكري والأمني لحزب الله شوفوا المعلومات بحسب المصادر الإسرائيلية فقد عين الأمين العام لحزب الله حسن صلة الله علي كاركي خلفا لفؤاد شكر الحج محسن الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في تموز الماضي وكان كاركي يشغل منصب قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله وحاولت تل أبيب اغتياله في شباط فبراير من العام الجاري بقصف سيارة في مدينة النبطية لكنه لم يكن في السيارة المستهدفة ويعتبر علي كاركي شخصية مهيمنة وقوية في الحرب ضد إسرائيل بحكم موقعه كمسؤول عن النقاط أو القطاع الجنوبي الذي يأتي منه قسم كبير من مقاتل حزب الله بالنسبة لإسرائيل لا يقل أهمية عن القادة الكبار عن إبراهيم عقيل وفؤاد شكر ترجمة نانسي قنقر